السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام رحلت بطريقة مأساوية في عز شبابها إلهام زكي وتبرأت منها إلهام شهين وهنعرف كمان حقيقة قربتها من الفنانة إلهام شهين وفنانة ونجمة كبيرة حقدت عليها هنعرف تفاصيل كتير جدا عن النجمة إلهام زكي وهنعرف تفاصيل عن حياتها الشخصية وكمان الفنية هي من موليد 4 يناير عام 1926 واسمها بالكامل إلهام زكي شهين ودخلت عالم الفن عن طريق شكري سرحان لما رشحها لأداء دور صغير في فيلم مملكة النساء وده كان إنتاج 1955 بعد كده صعد نجم الفنانة إلهام زكي وقدمت وشاركت في عدد من الأفلام بأدوار الثانوية وكان من أبرز الأعمال اللي شاركت فيها كانت سيدة القصر وخالد بن الوليد وحماتي ملاك كمان وتدولت معلومات مغلوطة لدى الكثير بأن الفنانة الرحلة إلهام زكي هي عامة الفنانة إلهام شهين وذلك بسبب وجود اسم شهين في آخر اسم الفنانة إلهام زكي وفي لقاء مع الفنانة إلهام شهين قالت إن هي ما تعرفش إلهام زكي دي خالص وكمان قالت إن هي ملهاش عامة اسمها كده وكمان نفت صلة القرابة بينها وبين إلهام زكي وقالت إلهام شهين إن ولئ والدي لم يكن له شقيقة ممثلة وأنا عندي عامة واحدة بس لا علاقة لها بالفن ومعرفش مين إلهام زكي دي اللي انتوا بتقولوا عليها عمتي هي ممثلة فعلا والفنانة إلهام زكي شاركت في حوالي 13 فيلم سلمائي من أشهرهم مملكة النساء زي ما احنا ما قلنا وضرب المهابيل وخالي شول وسيدة القصر وخالد بن الوليد وحماتي ملاك والعديد من الأفلام اللي شاركت فيها بالدور الثاني لكن كانت مميزة في أعمالها واشتهرت في الأعمال بتقديم دور الفتاة الجميلة التي تميل الشر مثل دورها في فيلم سيدة القصر مع الفنان عمر الشريف كمان الفنانة فاتن حمامة ويعتبر الفنانة إلهام زكي من الوجوه المعروفة في أفلام الزمن الجميل بجمالها ورقتها وكانت سطر الشحة لتقديم أدوار البطولة ومنافسة بنات جيلها من الفنانين زي فاتن حمامة وكمان سمير أحمد وأمال فريد لكن توفت والحادث أو الطريقة المأسوية اللي توفت بيها الفنانة إلهام زكي هي رحلت في عز شبابها وهي في سن 34 عام وذلك في حادث سير إذا كانت تستقل سيارتها مع شقيقتها ليرحلان معنا إلى العالم الآخر عام 1960 بواقعة مأساوية رحم الله الفنانة القديرة إلهام زكي ترجمة نانسي قنقر